بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الأربعون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نواصل الكلام عما يستفاد من الآيتين من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلى قوله لعلكم تهتدون قد بينا في الحلقة السابقة ما تيسر ونواصل إكمال ذلك في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى قد عرضنا في الحلقة السابقة إلى قوله سبحانه ولا تفرقوا وقلنا إن هذا يتناول التفرق العقدي والتفرق الفقهي أما التفرق العقدي فإنه لا يجوز لأن عقيدة التوحيد واحدة وذلك هو مضمون كلمة التوحيد لا إله إلا الله فالواجب فالواجب فراد الله جل وعلا بالعبادة وترك عبادة ما سواه وهذا ليس مجالا للاجتهاد والعبادة لا تكون بالهوى والاستحسانات وإنما تكون بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام فإذن العقيدة والعبادة ليس مجالا للاجتهاد وإنما هما توقيفيان وأما الاجتهاد الفقهي لاستنباط الأحكام تفصيلية من أدلتها الإجمالية فهذا أمر مشروع وأمر يثاب عليه كما قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور وهذا الاختلاف الفقهي ليس دافعه الهواء وإنما دافعه البحث عن الحق ولا يكون إلا في الأمور المحتملة والنوازل الجديدة التي لم ينص على حكمها في كتاب الله عز وجل فالعلماء يجتهدون ويبحثون عن معرفة حكم هذه المسائل العارضة لأن الله أنزل الكتاب والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله لبيان القرآن فما من مشكلة وما من نازله إلا وفي كتاب الله وسنة رسوله حلها وحكمها ولكن هذا يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى تقصي بمعرفة الأدلة وعرض المسائل عليها واستصدار الأحكام منها فمن العلم من يوفق للصواب ومنهم من لا يصل إلى الإصابة لكنه بذل جهده وأتعب نفسه وفكره في طلب الحق فيؤجر على عمله ولكن لا يتابع على خطائه وبهذا لا يحصل خلاف لا يحصل اختلاف ولا تفرق بين الأمة وكانت الأمة من فجر الرسالة كانت الأمة تجتهد في المسائل التي هي مجال للاجتهاد وكانوا يختلفون في معرفة أو في الوصول إلى الحكم ومع هذا كانوا إخوة متحابين ولم يحصل بينهم فرقة ولا نزاع وإنما إذا كان هذا الاجتهاد الفقهي يؤدي إلى تعصب أو إلى أهوى فهنا مكمن الخطر وهذا هو التفرق المذموم لأن الواجب الرجوع إلى الحق فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وهذا ما يوصي به الأئمة رحمهم الله فإنهم يوصون أتباعهم بأنهم لا يقلدونهم على كل شيء أخطأ أو أصاب وإنما يقولون إذا تبين لكم الخطأ فارجعوا إلى الصواب وتركوا أقوالنا هذا مضمون ما أصابه الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله ويوخذ من هاتين الآيتين وجوب شكر الله جل وعلا على نعمة الإسلام لأن نعمة الإسلام لا تعدلها نعمة فهو نعمة في العقيدة ونعمة في العبادة ونعمة في الأخلاق ونعمة في اجتماع الكلمة ونعمة في توفر الأمن والاستقرار فهو النعم عظيمة فلذلك يجب شكر الله على هذه النعمة ولهذا قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وبماذا ألف الله بين قلوبنا إنما ألف بين قلوبنا بهذا الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجهى الحالة العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وما هم فيه من التشتت والضياع والتناحر وما هم فيه من الفقر والفاقة حتى من الله عليهم بالإسلام فأصبحوا أعظم دولة في العالم قوة وشجاعة وثروة وجهاد حتى ملكهم الله وشارق الأرض ومغاربها بعد أن كانوا مستضعفين مستضعفين في الأرض مستضعفين في الأرض تخطفهم الناس من كل جانب فالله جل وعلا آواهم وأكرمهم وجمع شملهم بهذا الإسلام فهذا أعظم نعمة فالواجب شكر الله على هذه النعمة وذلك بمعرفة هذا الإسلام والتمسك به ولا يكتفي الانتماء إلى الإسلام وأن الإنسان ينفلت في أقواله وأفعاله حسب الشهوات وحسب الأهوى والنزعات والنزغات وإنما الإسلام كما قال أهل العلم الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو الإسلام وليس هو مجرد الانتساب والدعوة ثم إن الإسلام خوة في الله عز وجل ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه هذا هو الإسلام وهذه هي الأخوة في الإسلام وفي الآيات أيضا تذكر ما عليه المختلفون من العداوة وسوء المصير تذكر ما كانت عليه أمة العرب قبل الإسلام كما ذكر الله ذلك في قوله وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفى حفرة من النار فأنقذكم منها فهذا الإسلام خير في الدنيا وخير في الآخرة في الدنيا يأمن الإنسان فيه على دينه وعلى نفسه وعلى عقله وعلى عرضه وعلى ماله وعلى حرمته يأمن الإنسان وفي الآخرة يكون مأواه الجنة والسعادة الأبدية فهذا الإسلام خير في الدنيا والآخرة فإذا كان الإسلام بهذه المثابة العظيمة فهو أكبر نعمة من الله بها على العالمين جميعا وعلى العرب خصوصا الذين جعلهم الله سادة الدنيا وقادة العالم بهذا الإسلام نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين وإلى الحلقة القادمة بإذن الله